جدل كبير في رمضان اللي فات حوالين مسلسل كلنا كنا منتظرينه مسلسل كتير أجازو وكتير حرمو أو قالو لا ماينفعش يتعرض في كتير من القنوات الفضائية والقنوات الأرضية في العالم العربي كله مسلسل الحسن والحسين مسلسل الحسن والحسين هو طبعا يعني ليه علاقة بالسنة والشيعة كثير من الناس زي ما أنا قلت كان مرحب أنه يتعامل المسلسل وكثير كان غير مرحب ده من قبل ما هو يعني يدخله إنتاجه حتى أنا معي النهاردة مفاجأة جميلة جدا وهو بطل المسلسل بطل المسلسل الحسن والحسين وهو عمل أعمال كثيرة ممكن يكون بعض الناس في مصر ممكن يكون ما شافتش كل الأعمال بتاعته لكن في الوطن العربي كله أكيد شاف هذه الأعمال عيون عالية الحسن والحسين آخر أيام اليمامة امرأ القيس شهر زاد أبو جعفر المنصور الحجاج الأمين والمأمون شو هالحكي والطريق الوعر الطريق إلى كابل نمر بن عدوان وعيون عالية والفرداوي ونقطة نقطة وسطر جديد معايا الفنان الجميل اللي شكله كده هيعمل زي إياد مصر الله أعلم معايا الفنان الجميل الأردني محمد المجالي أو المجالي بالمصري صباح الخير يا فن صباح الورد وصباحكم موطر بالفلو اليسوم محمد آآ خلينا نخش على طول إن وقت فقرتي صغيرة مية في المية لما جالك السيناريو بتاع الحسن والحسين اتخضيت ولا أنا غلطان مية بالمية طيب إمتى قلت لأ أنا حخش التجربة دي آآ قلت قلت آآ حخش التجربة دي ولما لما شفت الفتاوي بعين لما شفت الفتاوي اللي يعني اللي وروها إلي القائمين على العمل منتجي العمل ومخرجي العمل فأقولتك لا أبا حغامر في المغرب الحسن والحسين كان انتاج مين آآ انتاج مشترك بين الكويت وقطر نعم آآ والتنفيذه تم في أكتر من مكان طيب يعني لما عرفت إن فيه نسبة كبيرة من الناس بتقول جو أهد أو يلا انتجوا العمل بناء عليك أخدت قرار أنك أنت تخش هذا العمل وتوافق عليه وتمضي يعني طبعا وبعد ما رجعت لناس يعني مهمين في يعني في ساحة الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي وأجازوا هذا الشيء أكيد طمنت وشفت على رأس الفتاوي مثل فتوى الدكتور يوسف القرداوي ورجعت لمفتي الديارة الهاشمية في الأردن وأجاز لهذا الموضوع حلو سيد محمد أنا ليا في سكة التمثيل شوية فخلينا نخش في مجال التمثيل شوية أي ممثل في الدنيا لما بيجي له أي دور أي كان الدور ده اللي بيعمله يأما بيحيله نفسه يشتغل مع نفسه فيه أنه هو يتخيل الشخصية بشكل أو بآخر أو ممكن يكون لي مرجعية يكون هو قبله الشخصية دي فيبتدي يقتبس منها بعض الأمور لكن لما يتيجي تعمل شخصية الحسن والحسين رضي الله عنه يعني إزاي ابتدت تجمع الشخصية عشان تلعبها يعني زي ما تفضلت هي الشخصية مش رواية هي شخصية تاريخية معروفة وشخصية مهمتها وعليها جدا كتير فلما بلشت أحضر هذا هو كان العائق الكبير بالنسبة لي أنه أنا كيف بدي أظهر هذه الشخصية بجمالها وبعظمتها لأن الناس تتقبلها الناس وتحبها لأنه بالنهاية لازم تحبها فهون كانت المشكلة بلشت أحضر طبعا على قرأت مراجع سنة ومراجع شيعة مش عشان أخذ شيء عشان أستخلص أنا أشوف الشيعة كيف بيشوفوه أشوف السنة كيف بيشوفوه وأستخلص شيء أقدمه طبعا ضمن إطار محدد اللي ما قدرتش أخرج عنه لأنه يعني كان ممثل بقدرش أستخدم كل مفرداتي في شخصية هي معروفة وشخصية رزينة وشخصية إلها وقار وإلها إلها إلها حقها على الشارع الإسلامي فما بقدرش أشتغل بتفاصيل معينة كان ممكن أشتغلها في أي شخصية روائية مثلا كانت أو أي شخصية تاريخية بس مش بهذا الحجم وبهذا القدر طيب يعني خلي ناخد السؤال بطريقة تانية رد فعل الناس إيه في الشارع في الأردن في العالم العربي في السنة الشيعة رد فعلهم كان يعمل إزاي بالنسبالك أهلا رد الفعل في رد الفعل لهم الناس الشيوخ السنة وشيوخ الشيعة هدولة يعني أنا تعملت معهم بحيادية ما همنيش أنا همني الشارع لأنه المسلسل وجهت نظر وفكري وهدفه للشارع العربي الإسلامي فردت فعل الناس في ناس كانوا ضد هذا العمل سواء كان من السنة أو من الشيعة كانوا ضد فكرة العمل تشسيد الشخصيات بس لا بعد معروض العمل لا حبوه قالوا برافو شكرا وفي ناس حكوا أنه إحنا كنا نعرف عن الحسن والحسين بس ما كناش نعرف بهذا الجمال أو بهذا الكمال والكمال الله وأحده سبحانه وتعالى فلا الناس حبته وبسطة علاجك ده الحمد لله إنك توصل إنك أنت يبقى الطرفين مبسوطين من العمل ده معناه إنك أنت كنت إلى حد كبير محايد طبعا 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 إنك أنت تبقى محايد كممثل العمل ما بيبقاش هو الممثل بس هو بيبقى فيه مخرج وفيه سينيرست كان فيه سرع في أثناء الانتاج كان فيه سرع في الكتابة في الأول قبل ما تخش العمل أو الشكل العام هيبقى عامل إزاي خلينا نبدأ من مراحل تحضير النص أكيد أي نص بيبلش بثيمة معينة أو بخرج المرحلة الأولى خلينا نسمي المرحلة الثانية بتكون لي هي تدقيق النص والشغل مع بين السطور أنا لأ أنا كان شغلي ما بعد ما اكتمل النص كاملا وكنت ما التقيت في السينيرست التقيت في المخرج وفي المنتج طبعا المخرج إلى وجهة نظر وأنا كممثل إلى وجهة نظر فبلشنا نتناقش في هذا الموضوع تحديدا لأنه فيه شغلات ممكن تكون غائبة أو فيه شغلات تحتمل حقائق معينة وفيه شغلات ممكن فيه ناس بقولك لا هو في هاي المرحلة كان بعمل هيك وفيه ناس حسب سواء من وجهة نظر سنية أو من وجهة نظر شرية فهو كان الصعوبة بأنه أنت تجمع ما بين هدول الفكرتين أو بين هدول اختلافين في موقف للحسين وتخلي الناس تقبلو فهون كانت الصعوبة والحمد لله كان لكل متفهم كان فيه باب مفتوح للحوار والنقاش كان فيه المخرج كان عنده قابلية لأستقبال أي معلومة يعني ما ألكاش لا أنا المخرج وانا اللي بس اللي بقوله هو الصح كان لأ بثق في الإنسان اللي قدامه وبالفكرة وفيه يعني فيه فيه فرق ما بين الحقيقة التاريخية ما بين الخبر التاريخي الحقيقة معروفة شو هي الحقيقة التاريخية بس كيف نقل نقلت هاي الحقيقة أصبح إلنا خبر فهون خلينا نسميها اللودي كيف كيف أنت ترضي الطرفين بنقل الخبر التاريخي عن الحقيقة التاريخية نعم محمد أنت ممكن يعني نقدر نقول عليك أنت ممثل يعني أفلا يعني مسلسلات تاريخية ولا نقدر نقول أنك أنت كوميديان لأننا نحن شفناك كوميديان بارع برضو يعني في عدة أعمال اللي هي اللي أنا قلتها من شوية اللي هي أشوها الحكي أشوها الحكي يعني كان برضو كوميديا طب أنت أنت متخيل نفسك يعني أو الناس حابينك أكتر في إيه يعني شوف الممثل أنا برأيي الممثل الجيد هو الممثل بقدر يعني يعمل كل نواع الدراما سواء كانت كوميديا تاريخية بدوية اجتماعية من السهل أنا برأيي من السهل أنك تضحك بس من الصعب أنك تبكي أو تقنع بوجهة نظر فإحنا مطلوب مننا كممثلين في الوطن العربي أو المحطات بتطلب أحيانا نوماي من الأعمال فكان مطلوب مننا أن نشتغل كوميديا وكان مطلوب هلأ أنا بتعامل مع العمل سواء كان كوميديا أو تاريخي أو بتعامل معه بحيادي وبتعامل معه على أساس أنه مشروع جديد أنا داخل فيه لازم أحضر له وبما أنه أنا وافقت أني أكون ضمن هذه خلييني أعسميها العملية الإنتاجية والعملية الإبداعية للدرامية فلازم أكون مشتهد فيها وأقدمها يعني لازم أعرف الكوميديا كيف لازم أعرف سواء التراجيديا كيف فطبعا شيء يعني مش سهل أنا بالنسبة إلي الأقرب إلي هي الأعمال التاريخية أعمال التاريخية لأنه نادر جدا ومقابل كل مثلا خمس أعمال تاريخية خمسين أعمال اجتماعي أو مدى فبيكون دائما تحت المجهر خلينا نسميه العمل التاريخي وبقربنا للغة العربية وبقربنا لديننا وبقربنا أو برجعنا شوي إلى الماضي إلى التاريخ الإسلامي اللي أنا بحكي أنه بس مش تاريخ يجب أن يكون حضارة إسلامية محمد أنا كان معايا هنا ناس من الأظهر أو من الشيوخ عندنا هنا وكنا في أثناء رمضان أو قبل رمضان وبعد رمضان كنا بنتكلم على المسلسلات فكان من ضمن الحاجات اللي أنا كنت بجادل فيها مع الناس اللي ضد إن هي تعمل أساساً للمسلسل وخبالك أقول له طب إيه رأيك لو سيادتك إنه بعد الممثل ما يخلص الدور أو هو بيمضي يروح ماضي على ورقة إنه هو حيقف عن عمل التمثيل ويكتفي بهذا الدور اللي هو بيجسد فيه مثلاً الأنبياء أو الصحابة أو 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 أنت عملت كده؟ لا ما عملت الشيء لأنه فيه فرق هذا الحكي ممكن تصير في دول الغرب لما بيجسد وهيك شخصية مثل الجسد شخصية النبي عيسى عليه السلام فهذا هو أصلاً مش ممثل وكانت أول تجربة التمثيل له وهو أصلاً جابوه لمواصفات معينة في الشكل إحنا في وطننا العربي كان ممكن أقبل في هذا الشيء ممكن لو أعطوني مبلغ يرضيني لباقي حياتي بس أنا فعلاً مهنتي التمثيل وهذا الشيء مآمن فيه وبحب وكفحت وصار لي فترة من الزمن عم ببني هذا الشيء حتى أوصل لشيء معين يرضيني أنا كإنسان فلا ما كانش فيه أي شيء يلزمني بهذا الشيء ولو كان فيه شيء ما كنت رح أرضى فيه لأنه يجب على العطاء أن يكون مستمراً أنا برأيي فما كنت ضد هاي الفكرة بس كان في مني التزام أخلاقي برضو مش مكتوب بعقد أو شيء بأنه أنا لن أجسد أي شخصية قد تسيء للإمام الحسين أو للشخصية اللي عملتها في مسلسل حسن والحسين سواء كان واحد سكير أو زير نساء وبنفس الوقت ما بدي أنطبع عند المشاهد بأنه محمد المجالي هو نفسه اللي عمل الحسين يعني يكون اسمي مربوط في هاي الشخصية مثل ما حمزة بن عبد المطلب عبدالله غيرتعين من فيلم الرسالة لا ما بدي أنطبع لأنه إحنا في عصر السرعة وكل يوم في عمال جديدة وكل يوم في أفكار جديدة فلا يعني أوكي أذكر أني عملت هذا الدور بس الناس تستنى الدور اللي جايلي حيكون طبعا فيه هم أكبر وثقة اللي علي أكبر أني أقدي بنفس المستوى وأختر شوي محمد أي ممثل في الدنيا بيبقى نفسه يوصل لمستوى أنه يعمل أفلام عالمية يعني عمر الشريف بقى أسمي الباتشينو يعني روبرد دينيرو اللي هو من إيطاليا رحوا أمريكا والناس دي اللي هما تؤال أو عالميين أنت من نفسكش تبقى كده؟ لا من نفسكش تبقى كده؟ لا 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 أبدا أنا العالمية أو النجومية حتى على مستوى الساحة العربية مش همي أنا ممثل عربي وهويتي عربية مهما وينما روحت على أي ثقافة غير ثقافة الوطن اللي أنا عايش فيه حيكون منبوذ نوعا ما فلا أنا بحب أقول لا يعني عمر الشريف مكانش منبوذ يعني في الوقت الحالي أنا عم بحكي عن الوقت الحالي عمر الشريف ظهر في فترة كان حتى الإنتاجات السينمائية العالمية كانت وأفكارها كانت مش بالوقت اللي عم بنشوفه بالصور اللي عم بنشوفه في الوقت الحالي نعم فلا أنا بفضل أكون ضمن الساحة العربية وطاقتي وإن كان عندي إبداع يكون إبداعي على مستوى الساحة العربية